بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا احنا بدأنا سلسلتنا في التعامل مع كيف نبني الإنسان وقلنا ان ركيز بناء الإنسان هي القيم عشان القيم دي هي المركز بتاعة الأخلاق لان قلنا الأخلاق بتتكون من قيم وسلوك يمروا عن طريق النية فعشان كده ابتدينا نتكلم عن القيم وقلنا ان احنا عندنا تلت قيم عليا أخدناها من حديث كبريل لمساء الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان فكانت التلت قيم هي الرحمة والخير والجمال ولما عرضنا القيم دي على الحالة العالمية والحالة الإنسانية العامة لأن احنا مأمورين ان احنا نعمل كده عشان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس فكل ده بيخلينا ننفكر في العالمية ونفكر فينا إحنا إزاي نرب أولادنا وإزاي إحنا كمان نطور من نفسنا ونعيش حياة قيمية اللي تحدث عنها مولانا سبحانه وتعالى لما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيانه حياة طيبة فلنحيانه حياة طيبة دي لما تكون مع أبي الطيب صلى الله عليه وسلم لما تكون مع الله الطيب الذي لا يقبله إلا طيبة طيب الحياة إزاي تبقى طيبة أول شيء بحسن الأخلاق وبالقيم واتكلمنا عن إزاي الواحد يبقى رحيم قلنا لما يكون عنده أربع قيم ولقينا أن القيم دي أحد أفراد القيم الموجودة الفعالة في حياة الناس كلها فلقينا أن الإنسان عشان يبقى رحيم لازم يكون بسيط ولازم يكون متسامح ولازم يكون محب ولازم يكون متواضع وتكلمنا عن البساطة وتكلمنا عن السماحة والتسامح وبتدينا في الحلقة اللي فاتت بتاعت يوم الاتنين اتكلمنا عن الحب بس في الحقيقة الحب ركيزة أساسية في حياة الناس حتى في حياتهم مع الله قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله فحسينا أن إحنا لازم نتكلم كمان عن الحب أنا بكلمكم أنا عن نفسي حسيت أن أنا مش بيحتش تكلم عن الحب وأقول لكم ليه لما تسأل أي حد أنت موجوع ليه هتلاقيه موجوع عشان هو عايز يحب ويتحب فلما ما يقدرش يحب أو ما يحصلش على الحب تحس أنه هو منزعج وعشان كده احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا جدا بنتعرض لها وإحنا بنتعامل مع الحب المشاكل دي بتخلينا نقول إن إحنا لازم نكون راقين عندنا قيمة الحب الراقية دي اللي إحنا لازم ودائما بقول للناس إنت لازم كل تصرف تغمسه في الحب فقال لي مع الناس اللي تغيرت حالهم وبهذه الشراسة وهذا التوحش عايزنا أحب المؤذيين أزمة ضيلمة لازم نحلها لازم أبقى راقي لازم أبقى محب وفي نفس الوقت أبقى متوازن بحيث محدش يستهلكني إزاي نعمل ده؟ أول حاجة لازم نفهم إن إحنا نحب الحياة نحب نعمة ربنا وقبل كده في كلام كتير في برنامجنا فرقنا ما بين حب الدنيا وحب الحياة وعشان نحب الحياة اللي هي نعمة ربنا سبحانه وتعالى لازم نحب ست حاجات تعالوا بقى نعمل الدرس بتاعنا ومعايشة بتاعتنا اللي هنعيش فيها مع وقعنا ونفهم إزاي نحب الحياة إزاي نبقى عايشين في حب الحياة وإزاي نعيش ده إحنا وأولادنا إحنا بلاش نتعلم إن إحنا أسدت أولادنا إحنا بنعيش مع أولادنا تعالوا نعيش أولادنا ونعيش معهم إزاي نحب أول حاجة لازم نحب نفسنا إيه ده إيه ده نحب نفسنا إيه نحب نفسنا إزاي إيه بمعنى إيه نحب نفسنا بمعنى نحب نعمة ربنا اللي أودعها فينا نحب نفسنا بمعنى نحب نعمة ربنا اللي أودعنا فيها أودع فينا صحة أودع فينا عقل أودع فينا قيم وأخلاق أودع فينا كمان كرامة ولقد كرمنا بني آدم أودع فينا أمور كتيرة نعم كتيرة فينا فأنا لما أحبني أحب نعم الله فيها يبقى أنا مش بحب نفسي بمعنى إن أنا بحب نفسي فأتحول إلى إنسان مغرور أو إنسان أناني مش هو ده الحب اللي احنا بنتكلم فيه عن حب نفس وبنتكلم عن حب النفس إن فيه حاجات مش أحبها فيها والأفكار اللي بتروج إن أنت أحب نفسك زي ما أنت كده فأحبها بخيرة أو شرها أحبها حتى في الأشياء الملوثة اللي فيها مش هو ده الحب اللي احنا بنتكلم عليه إن ساعتها يبقى الحب ده استجابة لهوى النفس لكن فكرة تقبل نفسك مش إنك ترضى بيها بمساويها وإنما ترفض اللي فيها من المساوي والسوء والبعد عن الله فتحب نفسك فساعتها تحب إيه؟ ونفخت فيه من روحي تحب فيه نفسك مدد الله تحب فيه نفسك نعمة ربنا وأكيد الشر اللي في بعض النفوس مش نعمة تتحب فتتعلم تستثمر النعم اللي فيك يبقى إنت إذا كنت بتحب نفسك استثمر نعمة الله التي فيك إحنا بنعمل إيه؟ بنقول لي ابننا كده فبنخليه يحس إن لو حد تنمر عليه لا أنا أنا محل نعم الله وما زال ربنا بينظر إليه إن الله لا ينظر إلى سوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم يبقى رب أنا محل نظر الله فأنا فيي نعم من الله سبحانه وتعالى وأعظم نعمة ممكن أعلمها لابني وأعلموا أن فيكم رسول الله في من أخلاقه وفي من جماله وفي من نوره فأنا أحب نفسي معنا أحب نفسي أحب النعمة اللي أدخلها الله وأنزلها في نفسي وما زال ينعم علي لأنه ما زال ينظر إليه بأول حاجة أنا أحب نفسي يعني أحب نعمة ربنا اللي فيه لأننا في نفس الوقت مش أحب المساوئ التي أتتني بيها نفس الأممارة بالسوء بس ده كلام مختلف عن كلام الناس اللي قاعدين يقول خليك واثق من نفسك وحب نفسك زي ما هي فلما يجي له حد يقوله على فكرة أنت عصبي يقوله آه أنا عصبي ومتقبل نفسي لا أنا عصبي وأغير نفسي لأن دي مش نعمة أنا دايما لازم أكون ممنعش نعمة من نعمة ربنا اللي تظهر فيه يبقى داعة والحاجة أنا أحب نفسي أنا أحب نعمة ربنا اللي فيه ولازم أكتشفها ولازم أستثمرها أهو يبقى حب لنعمة الله اللي فيه أكتشفها وأستثمرها تاني حاجة لازم أحب أسولتي وبئتي إلا أنا جاي منها وشوف كده الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمها وعمل إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة علشان تفضل منتمي لبئتك وتفضل بتحبها حتى لو أزاك والدك حتى لو أزاك والدتك هتكره المعصية هتكره الأزية لكن مش هتكرهوه الإنسان اللي يعمل كده يفضل متوازن أنا والله مش هكره أسود بابا علي مش هكره الشدة علي وأهم حاجة لازم نعلمها لأولادنا أنهم يتعودوا أنهم يكرهوا أو ما يحبوش أو ما يوفقوش درجات الفعل بس يحبوا يفضلوا يحبوا الفاعل ساعتها يفضل الإنسان منتمل الدوائر اللي حواليه وساعتها يقدر يلتمس الأعذار للناس وصاحبها وصاحبهما في الدنيا معروفة عشان أفضل أنا في الانتماء ده يبقى دي تاني حاجة أحب أسرتي وأحب بيتي تالت حاجة أحب عملي والمقصود بعملي هنا المهمة اللي ربنا أوكني بيها ما أقامني الله فيه زي الطالب يحب إيه يحب أنه بيدرس في ناس بتتأذى من كره عملها وطول الوقت بتعمل إيه تفضل تروج للعمل سيء والأهل أحيانا إحنا إحنا بنعلم أولادنا بنعلم أولادنا أنه هو يكره ما أقامه الله فيه شايف أبوه داخل نازل الشغل يانهرب يدعنزل المكان السيء ده وكل الناس اللي فيه والبلوتك أوفيس والحاجات الشريرة اللي بيحصل في الشغل هو راجع من الشغل وأنا متبهدل يبقى هم بيعلموا أولادهم أنهما يكرهوا التعليم ويكرهوا أنهما يقوموا بأي وظيفة الولد بعد كده يبقى اعتمادي ما يبقاش فيه الرجولة لأن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فالولد ما يبقاش من المتقنين فيبقى الولد اعتمادي وما عندوش أي هوية فينسى أن العمل جزء من هويتنا وعشان كده لازم نحب العمل الحاجة الرابعة اللي لازم نحبها كمان لازم نحب العلاقات لازم نحب الصداقة ونحب الجواز ونحب الزمالة ونحب العلاقات معناه أني أفضل مش معناه أن أنا أفضل العطشان للعلاقة فلما أدخل في العلاقة حد يبتزني لأننا إنسان شغوب في العلاقة ولكن أخلي العلاقة دايما مربوطة بحبل من الله فأخلي العلاقة مربوطة بقيمة وساعتها هتبقى العلاقة دي حفظت لي على القيمة دي أهلا وسهلا بيها ما حفظت ليش هيفضل من أدمين مكرمين لكن مش هقدر أستمر في العلاقة إذا كانت القيمة بتضيع ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم المرء على ديني خليلي يعني المرء على قيمي فلينظر أحدكم من يخالي يبقى لازم العلاقات تكون مرتبطة بالقيم بلاش العلاقات اللي ملهاش هدف وملهاش معنى وملهاش قيمة خامس حاجة لازم أحبها لازم أحب المستقبل لأن المستقبل ده الذي المستقبل سمي مستقبلا لأن الله في قبلته لأن الله أمامي مش لسه سمعين حديث رسول الله عليه وسلم تجده تجاهك أمامي فتحس إن ربنا أمامك فالمستقبل فيه الله ومعنى أن فيه الله يعني إيه فيه الكرم والجود والسعة فالمستقبل جاي من السعة آخر حاجة لازم أحبها ورقم ستة إن أنا أحب السعادة أحب الفرح أحب التفاؤل ولازم معنى إن أنا أحب السعادة إن أنا أحس إن هي حقيقة ست حاجات لازم أحبهم يخرجوني كده بست معاني عندنا لازم يكونوا عندي دايماً في حياتي يبقى لازم أحب إيه؟ لما أحب نفسي يبقى لازم أحب النعمة آه أدي أول حاجة يبقى حب النعمة ربي أولادنا على حب النعمة إحنا في كتير من الأحيان ما بنربيش أولادنا على حب النعمة خالص علموا أولادكم إن أنتوا فيكم حاجات جميلة والحاجات الجميلة اللي فيكم من دي نعمة يحبوها وإحنا كمان نحبها وحب الأسرة لازم نعلمهم يعني حب الأسرة يعني معناها حب الانتماء لازم أكون منتمي فأحب الانتماء إلى أسرتي إلى قريتي إلى بلدي إلى الإنسانية أحب الانتماء وخاصة حب الانتماء للوطن بعد كده رقم ثلاثة أحب العمل أحب الدور والوظيفة ما ينفعش أعيش من غير دور ووظيفة ما بقاش أنا أبقى أنا بلا هوية ولذلك قيمة المرء بما يحسنه بوظيفته كمان أحب العلاقات يعني أحب القيم أنا بحب العلاقات عشان فيها قيم فيها الصدق في الصداقة فيها المودة والرحمة في الزواج في مع الزملاء الإنجاز والنجاح أحب القيم رقم خمسة أحب المستقبل يعني إيه أحب المستقبل أحب مدد ربنا أحب المدد رقم خمسة حب المستقبل يعني حب المدد لسه مدد ربنا معايا ورقم ستة حب السعادة أخليه أحب الحقيقة ويعرف أن السعادة حقيقة مش فكرة السعادة مش خيال السعادة حقيقة بنعيشها لما نعيش مع الله سبحانه وتعالى بالست حاجات دول احنا ممكن نعيش الحب حياة يا سادة الحب مش حالة الحب حياة والدليل على ان الحب حياة ان ربنا ارتضى ان الحب يكون ايمان وارتضى ان الحب يكون الوسيلة اللي بيننا وبين ربنا كلوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني اعيشوا يحببكم الله الحب يا سادة هو الحياة وبالستة دولة بحب النعمة وبحب بعد النعمة الانتماء وبحب الدور والوظيفة وبحب كمان القيم وبحب المدد وبحب الحقيقة ممكن نعيش فهنا وسعادة واهم حاجة عن نعيش مع حضرة النبي وفي ساحة مولانا سبحانه وتعالى الواسع الكريم الودود الجميل يا ربك خلينا دايما في ساحتك وانظر الينا من نظرة حب وجعلنا اهلا لهذا الحب يا كريم يا جواد يا من علمتنا ان الحب حياة بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل بجانا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نمج ولا تعسروا اللي هي جسر النور اللي بيوصلنا دايما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس النور اللي هي مجالس العلم التي ينظر اليها الله سبحانه وتعالى ويذكر اهلها في الملأ الاعلى يا رب جعلنا دايما من اهل مجالس النور ويجعل هذا المجلس مباركا وناخد اول سؤال من الاستاذة سهير من الجيزة تفضلي يا استاذ سهير عليكم عليكم سمعت لو سمحت انا عندي ثلاث اسئلة ومختلفين عن بعض اول حاجة بس دلوقتي انا جوزي احنا داخلين جمعية عشان الولادة والهباء منها هيطلع عشر في الماء لله فانا عارفة ان اهله متعسرين فانا ما يطلع فلوس العشر في الماء دول لأهله هيبقى كرة يعني لله ولا المفروض ان هو يطلعهم برا اهله خالص هو قال ندر علي لو حصل كده دلع عشر في الماء احنا مش بنندر يعني هو قال ان شاء الله الفلوس اللي هتبقى من الجماعية بتاعت الولادة دي انا هطلع لله طيب يعني كأنه عادي تصدق يعني عشان ربنا اكرمكم بالولاد اوه عايز يطلع الصدقة فانا عارفة ان اهله متعسرين يعني شوية ده اول سؤال السؤال التاني يا استاذة يا سوهير التاني سؤال برضو اه كان اه كان المفروض ان احنا هنطلع زي مصيف مثلا معنش مش عارفة السؤال ده يا مسموحة لا ايه اللي خلاها مش مسموحة انا واختو مش 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 لطاف مع بعض ام فدلوقتي اول ما عرفت ان هي المفروض هتطلع معينا انا قلت له ان انا مش عايز اطلع والمفروض ان هو اللي كان هيتحمل تكاليف الحاجات دي كلها طيب فهل علي يا وزر ان انا يعني ههدم ساعدته من اما كان هيتطلعه او او اي حاجة خصوصا ان كله عارف ان انا وهي مش مش كويسين يعني مع بعض هو في حاسمة يعني في حاسمة يعني عقوبة النكد يعني بلاش النكد يعني النكد دا ما كانش عايزة حالة هو انا وضعنا نكد لان هي اخته اصلا لسا في مصيف حالا يعني على ما نيجي نطلع هات السؤال الثالث هات السؤال الثالث هات السؤال الثالث اتفضل السؤال الثالث انا مستمع حضرتك عشان موطيها التلفزيون السؤال الثالث يا استاذة طيب اه ثالث حاجة بس كنت عايز اعرف واجب الاختفال بعد الجماعة وازاي اول حاجة اول حاجة حضرتك لو قدنا العشرة في المية دي لأهل زوجك دا حاجة لطيفة جدا جدا وحسن ويبقى ليه ثوابين ثواب الصدقة وسواب كمان انقرابة فياخد ثوابين مش ثواب واحد فده احسن اما مسألة ان انت قلت مش رايحة فهديت لهم المسألة كلها لا انت دا اختيار بس الافضل هو ان انت تكوني سبب في السعادة لان في الحقيقة التيسير على الناس واحساسهم بان الواحد معهم مع حسن العشرة مع كل دا فانا اظن ان دا اتعيكون افضل واحسن اول حقيقة انت عايز تعبري عن عدم رضاك عن اختي زوجك انا شايف ان خيرهم الذي يبدأ بالسلام وانا شايف ان يمكن ان ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وخلينا اقولك نصيحة تتعلق بده ان اقرب طريق لقلب جوزك مش معدته دا اقرب طريق لاسف للوفاة اقرب طريق لقلب جوزك اهله فكل ما تحسين الاهل وكل ما يحبك اكتر فانا شايف ان الافضل ان انت تصلح العلاقة بينك وبين اهل زوجك افضل بكتير وانت قادر على كده بس المشكلة اللي انت زي ما بيقولوا كده ملكيش نفس خلي نفسك ديت عشان ربنا عشان ربنا يوسع عليك عشان ربنا يكرمك وكل ما تشيل اعباء انه زوجك يبقى محتار بينكم بينك وبين اهله انت كده فرقتي عنه ومن فرج عن المسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كربة من كرب يوم القيام ففرج عنه الامر التالت حكاية مسألة ايه مسألة الاختسال من الجماعة ولا حاجة الاصلا الغسل من الجماعة الغسل الواجب هو تعميم الماء على الجسد على البشرة وعلى الشعر اذا عممت الماء على الجسد تم الاختسال تاني اذا عممت الماء على الجسد تم الاختسال اما التوضق قبل الغسل فدي من السنن فلو ما عملت قوش مش هيبقى غسلك اه مش صحيح اذا عممت الماء على جسدك فانتي خلاص انتي كده غسلك صحيح انا ليه بقول كده بقول كده عشان الناس ما تتوسوس وما يجيش حد يقول له ايه ده هو انت بتختسل من غير ما تتوضى ايه اللي حاصل يقول ده انا بعمل ده طول حيات وقال له لا ده انت تبص بقى في صلاة لا اذا حضرتك عممت الماء على جسدك وعلى البشرة وعلى الشعر ده غسل صحيح وما سوى ذلك فمن سنن الغسل فمن سنن الغسل وما توسسش نفسك لا سمحت معنا الاستاذة دنيا من القاهرة استاذة دينة من القاهرة استاذة استاذة دينة معنا طب خليها تتصل بينا تاني لو سمعت كلمينا مرة تاني معنا امو حبيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور كان حصل مشكلة بيني وبينجوزي كده مبارح مش بعيدة يعني بسبب ان انا ما بكلمش السلفتي اللي اصلا كانت على طول بتفتعلي مشاكل تحته وبسببها انا تعزلت الوحدي طيب يعني انت كنت في بيت عيلة وبعدين سكنت الوحدي دلوقتي او دلوقتي هو عزلنا انا فوق وهما تحت بنزل يا دكتور سلام عليكم بلي بيرد بيرده اه يعني انت لسه في بيت العيلة بس في شقة تانية او لا معي وفي نفس الدور هما تحت وانا فوق طيب ماشي بنزل سلام عليكم اللي بيرد بيرد واللي ما بيردش هو برحته يعني انا مش حاسبه ويرده علي فين السؤال اه فهو مبارح الناس بتموت وصفي نفسيتك وكلمي سلفتك وبتعف انا مش عايزة اكلمها يا دكتور ماشي اه راح ضاربني وكسر لي حلق انه ضرب وحلص علي مين طلاق مددش الشقة طيب سؤالك عشان مين الطلاق ولا سؤالك عشان الضرب ولا سؤالك عشان انا فتحت باب الشقة واقعدت قدام باب الشقة كده ما حامش الساعة اثنين بالليل مش حينفعامش الساعة اثنين بالليل طيب ففتحت بالشقة وقعدت كده ما اوخش فيه صليط الفجر وبعادي يعني سؤال فين بقى هو سؤال فين بقى يعني انت بتوزيلي دلوقتي ايه حكم الطلاق اللي هو طلاقه لك اوه حلف علي مين طلاق مانا بايته فيها طيب بس انا اقولك شوية احكام بسرعة في اللي انت قلتي لي ان انت بس سألتيني عن حاجة وانت عندك تلك حاجات تسوال فيها اول حاجة الضرب اللي ضربه لك ده ولعله يكون سمعني الضرب اللي ضربه لك ده جريمة إن درب الواحد دربت إسمعي طيب طيب إسمعيني طيب فالدرب ده جريمة وحرام ومش من حقه إنه يضرابك ومش من حقه إنه يضرابك بهدف التربية لا اللي هو بيعمله ده حرام وما يعملهوش أدي واحد حاجة تانية مسألة إنه هو يعمل الكلام ده عشان سلفتك لا هو الجواز عندنا أولوية والعلاقات ما بين الناس الناس مش لازم كلهم يبقى علاقتهم مع أي علاقة المحبة والانبساط لا في ناس ممكن ما نتعاملش معاهم لأي سبب من الأسباب بس أهم حاجة لا نغتبهم ولا نسيق إليهم هو ده التوازن لا نغتب الناس ولا نسيق إليهم حتى وإن إحنا ما كلمناهوش وما حبناش إن إحنا نكون قريبين منهم مش كل الناس لازم نحبهم لكن اللي ما نحبوش ما نكرهوش واللي ما نقولوش كلمة حلوة ما نقولش عنه كلمة وحشة ده العقل ده التوازن حاجة الأخيرة ما أقدرش أفتيك في الطلاق لما زوج حضرتك يكلمني فخلي حضرتك أخودي رقم تليفوني من كنتور وخلي زوج حضرتك يكلمني عشان أقول لحضرتك إيه حكم الطلاق ده لأن أنا ما أقدرش أقولك إيه حكم الطلاق ده بناء على كلام حضرتك بس لازم أتحقق من زوج حضرتك مش لأن هذا في تهم الحضرتك لكن لأنه هو صاحب الطلاق وهو لازم يكون مسؤول عن الطلاق أمام الله فلازم أسأله عشان هو المسؤول عن الطلاق وهو إن الطلاق ده لو إنه عمله بظلم نبقى هو لابد إن إحنا ننبهه إنه هو ما يظلمش مرة تانية نعم معانا أمو محمد تتفضل أمو محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمو محمد أهل من زيك يا فضل الشيخ نعم الحمد لله وفضل الحمد لله عايز أسأل حضرتك بس زوجي متوفي بقاله ثلاث شهور الله يرحمه تعيش هو كان قطر كم يوم في رمضان هينفع أنا أصمهم بالنهاب عنه يعني؟ لا أطعمه عن كل يوم مسكين أطلع إيه؟ اتفضل أقول لي تاني معلش يعني تطعمه عن كل يوم مسكين لأنه هو توف تمام؟ آه تمام طيب معانا مين تاني؟ أستاذة شيماء من القاهرة تتفضل آه بقول لحضرتك أنا متجوزة بقالي 8 سنين وجوزي عنده مفيش إنجاب في الخلفة طيب مش نقول سامو عليكم؟ عليكم السلام أصلا أنا ابتكرت في السؤال اللي فات يا أستاذة شيماء ماشي تفضل آه بقول لحضرتك أنا متجوزة ببتعيلة وأمهم وستة مش غلطة وربنا يساعدتها ليه كده بس ملاش كده خلينا نكمل السؤال من غير ما نزعل ما نزعل حمادي كملي واعدت بتاعي له مش مرتاحة ولا هو مريحنا حط الأكل طيب وبقى مستنيه وما بي ما بي ما بتكلمش نعايا ولا بي خروضني واعدة بقى ولشت ولشتة طول النهار وهذا حط الأكل ما يقولش تمام سنين يروح من عمري وعند اتنين وتلاتين سنة بقى بيقول لك ماذا عن المؤخر وكان متجوزة بلكده وطلقت بجوزت وخلقت بس بس اتنى يا استاذ شايماء استاذ شايماء بعد اسن حضرتك يعني اصلاحنا دخلنا دلوقتي على عيلة العيلة انا هدي بارك بس شوية كده استاذ شايماء واسأليني سؤال يخص حضرتك انا مش مرتاحة يا دكتور عمر انا بقول لك بقول لحضرتك بقى لي ثمان سنين وروحتي كشبت كتير قالوا له مفيش حدا عندك فانا عاوزة تطلق هل من حق المؤخر والنفق بص يا ست عشان بس نكون واضحين انا في الغالب ما بحبش ان انا اقول للناس روحوا اطلقوا ليه طيب لان انا على اداية ده على اداية في مركز الارشاد الزواجي عندنا في دار اللفتة على اداية ان المشاكل لها ستين باب من الحلول حتى عندنا قاعدة ان ربنا خلق المشاكل عشان تتحل باكسر من طريقة فانت عايزة تجوزة النزوج مهملك تما تجيبي جوزك ونقعد ونتكلم وازاي نتخلص من الاهمال ده شايف ان زوجك خدعك لان هو ما بيخلفش وما ألكيش نشوفه وكان يعرف ولا ما يعرفش ونشوف اصلا هو فعلا عنده عيب ولا ما عندوش لما نشوف هل هو راح عارض نفسه على طباء ولا لا فبتسأليني انا دلوقتي بتخليني ماشي معاك وبتقوليني قولي لو اطلقتي بقى ليه حق في النفقة ولا لا اي حد يطلق بالطريقة بطريقة الطلاق العادي هيبقى ليه حق في النفقة الا اذا كان هتطلق على الابراء او ده هيكون خلعة فانت لو اطلقتي هيبقى ليك حق في ده بس ليه بنتكلم عن الطلاق دلوقتي قبل ما نتكلم عن الاصلاح فلذلك هاتي جوز حضرتك وتعالي ونتكلم ايه طريق الاصلاح في الحالة بتاعت حضرتك دي وعلى قل وانت بتكلمي ده بكل التفاصيل اللي فيها واضح ان انت مشحونة في كل التفاصيل دي جي في دماغي عدد من الحلول بس ما قدرش اقولك حل منهم غير لما اعود واسمع الحالة بالتفاصيل عشان الحل ده لازم يكون حل مناسب لحضرتك وحضرتك مليانة بالشحن ولذلك بايه اللي حاصل بتكلمي في حيات كتيرة لان فيه تشتت لان الاهمال وحش برضه ولذلك احنا لما اتكلمنا عن الاهمال مبارح لانه الاهمال ده يشعل القلوب زي ما انتوا شايفين كده ولذلك لابد ان احنا نتكلم مع خبير قبل ما نروح للطلاق وقبل ما نروح للمأزون للمأزون مرة التانية لان هو ده الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا فاصل ونرجع بعد الفاصل نجيب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا الاستاذ رضا من المنصورة استاذ رضا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك فضيك الشيخ نعم وفضل الحمد لله ما ليش هو سؤال يعني حضر بس استرسل معاه فيه هو فعلا احنا لنا رصيد من الرزق ممكن يخلص فوقت معين تاني كده مسامع هل احنا لنا رصيد من الرزق ممكن يخلص فوقت معين بسبب افعالنا او اخطأنا او ديوننا او مشاكلنا او تغطينا او تغطينا سبحانه وتعالى وممكن رزقنا يتسع بالتوبة وبالاخبال على الله والاخبالة والمحبة الله سبحانه وتعالى الله تبنى الى الله سبحانه وتعالى بس ضيق الرزق الايام دي بدون عمل الواحد كل ما يخش عمل العمل ما ينقضيش والعمل ما فيش انا افهم كده شفت بقى انا افهم السؤال كده بس يا سيدي ضيق الرزق ده هو في الحقيقة مش ضيق رزق قدم تعليم الانسان وتعويد الانسان على ان هو مش موجود مع ربنا عشان ربنا عبارة عن خزانة حشاة تعالى الله سبحانه وتعالى احنا مع الله في احوال كتيرة احنا مع الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء احنا مع الله في البسط والقبل احنا مع الله في السعة وفي الضيق مع الله ايه مع الله بالمحبة مع الله بحسن الظن ما قد يكون الحجاب اللي بينك وبين سعة الرزق حسن الظن في الله سبحانه وتعالى وبعدين هو انا بسأل سؤال احنا عاديين نقول ضيق الرزق ضيق الرزق واحنا بنقابل ضيق الرزق بالاحتياجات بتاعتنا طيب ما جايز أنا لو نظرت إلى الله احتياجاتي تختلف حتى لو احتياجات أولادي أنا جايز أنا اللي بصدر لأولادي إن إحنا متورطين وإن إحنا تعبنين وإن إحنا في حالة صعبة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسي يعني رأيي لحضرتك غير نظرتك إلى الحياة قول لنفسك كده إن مين قال أنا عندي ضيق في الرزق أنا عندي ربنا إنما إن أنا أقول والله أنا طائع وربنا مضايق علي الرزق لا لو أنت شاف أن أنت طائع وشاف أن أنت مقبل على الله لازم تشوف أن ربنا مقبل عليك وهو ده معنى أن أنت مطيع وإن لا يبقى فيه انت مصبصيرة يعني انت مصبصيرة أنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى كأنك أنت المراقب على أفعاله وحشاه ربنا لما بيعمل الضيق ده مش عشان يعذبك ربنا بيعمل كده عشان يهذبك يعلمك السبات في الحياة يعلمك أن أنت تستطيع أن أنت تتمسك بمدد الله وتتمسك بثقتك بالله وتزول كل الهموم وتزول كل الغموم والشدة تزول لما تتمسك بالله وردت على قلبك طول الوقت أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على ما يشاء قدير ربك كريم واسع ومش آس وولا يريد أن يعذبك ولا أن يشد ولا أن يكون الحياة شديدة وقاسية عليك ولكن يريدك أن تترقى تترقى بدل من أنت أسير للأشياء تتخلص من أسر الأشياء وتبقى عبدا لله تحسن الظن فيه وتتعامل معه وتتعرف له في الدراء وكمان تستمر في إقبالك عليه سبحانه وتعالى ساعتها أتشوف معنا ويرزقه من حيث لا يحتس توكر على الله وعمل ده وإن شاء الله ربنا يكرمك وإن شاء الله ربنا يفتح عليك معنا الأستاذة أمم محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيخ كل عام محضرتك بخير نعم وفضل الحمد لله وحضرتك بخير وبصراحة وسلام محضرتك أنا معي سؤالين لحضرتك اتفضلي أول سؤال يعيز أعرف يعني وانا بدأ ربنا سبحانه وتعالى أقول ايه في الأول حضرتك لالي بالتركيز كذا حاضر ماشي ومجأة جد نزمن أنطق الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانا بدأي ماشي وصلاة التسبيح هل تجوز ما بين صلاة المغرب والعشاء حاضر أول جواب حضرتك على سئلة الثلاثة السؤال الأولاني إنت عايزة تقولي إيه الأدب بيسمونه كده إيه الأدب في الدعاء الأدب في الدعاء أول حاجة تعمليها لما تيجي تدعي أول حاجة في خارج تصلى على حضرت النبي في أول الدعاء وتصلى على حضرت النبي في آخر الدعاء سيدنا الإمام علي كان يصنع هذا فلما سألوا أنت بتعمل كده ليه الحاشة لله أن يقبل أول الدعاء وأن يقبل آخره ثم لا يقبل ما بينهما يبقى دي حكمة وفطنة في الدعاء دي أول حاجة تاني حاجة لما نبتدي في الدعاء نثني على الله يعني زي ما علمنا ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أو الدعاء هو إيدينا الصراط المستقيم يبقى نثني على الله يا رب انت كريم يا رب انت ودود يا رب انت عمرك ما خزلتني يا رب كرمك علي زيادة يا رب انت رحيم يا رب انت جميل وبعد كده أدعي بقى يبقى يوثني على الله أولا يبقى أصلى على النبي في أول دعاء وفي آخر الدعاء ويوثني على الله ودود أول حاجة حاجة التانية اللي حضرتك سألت عليها هو مسألة إن أنا أصلى على النبي في الدعاء في السجود إيدي على طول في السجود اللي ييجي على قلبك إيدي على طول في السجود طب لو صليت على النبي على حضرت النبي وانت في السجود وعندك الطول والطول في السجود قبل الدعاء في حاجة لا أكمل يا ستي ويدعي وما فيش مشاكل خالص بتقولي صلاة التسبيح لينفع ما بين المغرب والعشاء تنفع بين المغرب والعشاء وإن شاء الله تكون صلاة صحيحة ولك السواب السيدة أمو أحمد تفضل أيها يا شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أنا أعيز أستشيرك في حاجة يلا توكلنا على الله ونعم بالله أنا أم الأولاد لأربع أولاد معاي عيل في الجيش ومعاي بنت مخطوبة جوزي بيشتغل في شركة بس ما بيجيبش فلوس زي الناس كل همه نفسه بس مش بيته وأولاده إزاي بتقولي إنه كل همه نفسه يعني بيشتغل ما بيجيبش فلوس زي الناس كل شهر بيطلع لفشكل خالص مجايز ده هو دي الفرصة اللي قدامه مجايز ده هو ده تمصدر الرزق بتاعه مش ده الدليل إنه هو كل شهر يقولي خصومات 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 أخواتي ما بيسيبونيش شوية وربك بيفرجة من هنا ومن هنا شوية أه كده يبقى أنا فاهم يعني أنت بتقولي إنه هو مؤتم بنفسه إنه هو لما يجي له كيفه يديكي مصروف للبيت يديكي مصروف للبيت بالزبط كده معايا العيالة معايا بنت مخطوبة طرقت وحشة مع أهل خطبته لما بيجوا عندنا بيعود يقشر لازم هو يستشيره الأول الخطيب يستشيره الأول إنه يجي لخطبته ولا ما يجي لهش ما طبعا ما مش البيت ده بيته تمام طيب خليني بقى أسألك أنت كل حكاة بتقولي إن حاسة إن زوجك بيعمل حاجات كلها بتخلي حياتكم صعبة وما بيكونش سبب فيه إن حياتكم تكون في حالة أفضل وفي حالة أحسن وانتوا زي ما انتوا بالعكس الحياة بتزداد سوءا بالنسبة لكم وهو ما بيساعدش إنه يسر الحياة عليك بالنسبة للمصاريف ومش حاسس بينا إطلاقا طيب إنت عايز أنا أكلمه حاضرة أكلمه حاجاتنا أنا عايزة أنا عايزة أنا عايزة أسيبه أنا تعبت أنا عايزة أسيب البيت مش قادر أكمل واحدة واحدة من أقولك هو تعمل لي إيه طيب خلاص بص يا حاجة بص يا حاجة محمد أول حاجة أنت تعودي أعدى معاه أعدى معاه تعودي إيه تتكلمي معاه وتقولوله الكلمتين اللي حضرك تفضلت بيهم دولة بس بطريقة تانية بليش الطريقة اللي إنت قلتها دلوقتي تقول لي دلوقتي أنت رجل البيت ده وإحنا ربنا جعلك سند لينا وربنا سبحانه وتعالى جعلك جعلنا مسؤولين منك وأنا وأنت أخلاقك حسنة إحنا نفضل لغاية إمتا كده وإنت يعني ما يلقش بحضرك ما يلقش بيك ولا بأسرتك ولا بالأصول ولا بأولاد الأصول اللي إحنا نعيش كده لا بنتك اللي على وش جواز ينفع تبقى كده ولا ابنك يبقى كده فإحنا عايزين نشوف لنا حل عايزين نشوف لنا حل بما يرضي الله وأنا مساعدك وأنا هساعدك صدقني أنا ما أسيبك أبدا لازم نقوله كده طيب دي أول حاجة ما نفعش نجيب حد من المؤثرين عليه صاحب وأهله حد يكلمه بس يكون كلامه حسن طيب إذا ما حصلش نحاول بقدر الإمكان كمان نشوف خبير نسأله ونستشيره ويكلمكم مع بعض ما جايز بيعمل كده لأنه حاسس أن في البيت ما بيحسش أنه أب أو ما بيحسش أنه يزوج وبتبقى هي دي مشكلته إذن يا سادة إحنا عايزين نعمل كده عشان نقدر نوصل فسيدا محمد اعملي كده أنت عندك أربع أولاد فعشان كده إصلاح ذات البين هو الأولى دلوقتي مش أن احنا نهد البيت ونحس أن احنا كده بنسترد كرامتنا لأنه هو في الحقيقة ده حد هو شايف أنه هتلاقيه هو شايف أنه ما بيعملش حاجة سيئة أنه بيعمل اللي عليه وبيدفع المصاريف في البيت بقد ما يقدر فعشان كده احنا محتاجين نتكلم معاه عشان جايز نحتاج أن احنا نغيره بعض المفاهيم اللي عنده إذن دي الخطوات اللي لازم نلتزمها قبل ما أي حد يفكر أنه هو يروح للطلاق نتكلم نجيب حد مؤثر نروح لخبير يا سيدة احنا النهاردة اتكلمنا استمرنا في الكلام عن الحب وعلمنا الناس أنه يتحب الحياة وأنه وعملنا له مفردات مهمة في حب الحياة أنه podstaw يحب نفسه يعني يحب نعمة ربنا وأنه يحب الأسرة يعني يحب الانتماء وأنه يحب العمل يعني يحب أنه يبقى له دور ويبقى له وظيفة في الحياة وفي حياة اللي حواليه أنه يحب العلاقات ده يا سلام لو ان احنا خلينا اولادنا كده ان احنا نحب العلاقات بكل الانواع الحب دي ان نحب العلاقات يعني نحب القيم وكمان نحب المستقبل يعني نحب مدد ربنا هي الحياة بتكون حياة من غير مدد ربنا ونعلمهم حب السعادة يعني نحب الحقيقة ان السعادة حقيقة نستطيع ان احنا نزوق من شهدها لان ما ينفعش واحد يكون عايش وربنا بينظر اليه وحياته تكون خالية من السعادة السعادة حقيقة لازم نعيشها لما نعيش الحياة في انوار الجميل الجليل الكريم الودود يا رب اجعل حياتنا كلها سعادة في معيتك وفي حبك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اشتركوا في القناة شكرا